أستاذة سوسن عدو مؤسس مبادر دستور مصر الموازي بشكرك جدا ودي أرائك وأنا بحترم أرائك أي حد لكن يا جماعة بجد والله يخليكم بجد يعني يعني مش عايز علق على سوسن مع احترام الكامل لها وهي شايفة كده يعني لكن لكن يا جماعة الناس لازم تصد الحكاية بجد الحكاية مهاش مجرد هنعمل وثيقة دستور موازي أو غيره احنا الناس اللي بيش بجد بتضيع فرص بجد يعني الأستاذ سوسن معجبهاش دستور 2012 وهما بعمل دستور يعني دستور 2012 ده كان فيه قمم من الفكر السياسي والقانوني والحول الإنساء يعني كان فيه قمم يعني الحقيقة كان بيرقاسه واحد من أفضل وأشرف القضاء على مستوى تاريخ مصر تسوسن مش عجيبها هي حرة وبعدين تقول انقلاب 30 يونيو وأنا تقول لك الرئيس وأنا تقول لك أسو انقلاب الشعب طلع فيه يعني صورة ما هو في علم السياسة كده إما الشعب طلع وبقت صورة ف36 صورة إما أن ده انقلاب عسكري زي ما قدت أن باترسون وزي ما هي بتقول فده بقى انقلاب عسكري فلا يستقيم مع الانقلاب العسكري أن نحترم نتايجه مقدرش أقول أنه ولذلك ضباط يوليو كلهم كانوا بيتهربوا ليه من كلمة انقلاب لأنه انقلاب معناها أن كل الإجراءات التي تلت 23 يوليو 52 باطل بما فيهم بقى عبد الناصر بيستدد بمبارك بكله هما بيستمدوا شرعيتهم من أن ما حدث 23 يوليو صورة هو انقلاب نفس القصة في بتوع 36 هو السيسي بيستمد شرعيته من إيه الكلاب بتقوله سوسن ده هما اللي بيقولوا كل بغبغانات الإعلام أن 30 يوليو كانت صورة أيوة صورة من إيه يعني طب أنا موافق نفتح الشباك نمشيها يا سوسن صورة شعبية يبقى الانقلاب مش انقلاب ويبقى السيسي رئيسك زي ما أنت بتقولي نمشيها بقى ان الجيش عمل انقلاب زي ما أنت بتقولي لا يبقى ما خيتش ثورة يبقى ده انقلاب عسكري وبالتالي السيسي وعدل منصور ومحلب محمد إبراهيم والحد الزبال اللي احنا عايشين فيها النهاردة انقلاب عسكري ونتاج كلها بطلة إنما ما علينا أيضا فكرة إننا نعمل دستور لإيه هي المشكلة في الدستور زي ما قال الدكتور قصة مرش دي هي المشكلة إن احنا نضيع دستور يا جماعة بنضيع والله حاجات بجد يعني كلام اللي تقوله سوسا ده أمش عايز بس أقول كلام وصف مش كويس يعني بس هي حرة بس أقرب للهزي هي المشكلة دستور هو اللي احنا بينا هي مشكلتنا مع السيسي دستور هي مشكلتنا مع السيسي 260 مادة نحطهم كده ونحترمهم تم السيسي أقسم على دستور ثلاث مرات أقسم على دستور مبارك وخلف لما جاء مدير استغبارة عسكرية وأقسم على دستور 12 وخلف لما جاء زي الدفاع وأقسم على دستور 2014 وهتك عرضه لأ أنا مش قصدي يعني المشكلة ما هياش دستور ما هياش دستور يا سوسا يعني مصر مش معزورة في دستور يا سوسا دستور الفين إيه رأيك دستور 71 زي الفل ما عدا المادة بتاع المدد اللي حطتها المخفوصة اللي راحت في دا يا سماعين فإيه دا كامل بس ما عدا مادة المدد دي والله دستور 71 ده زي الفل زي الفل يا سيخة ده انجلترا ماشية من غير دستور أصلا إيه المشكلة ما فيش دستور يا ست نقرى الفتحة للنبي نحكم بعضه وخلاص على كده المشكلة في الدستير يعني ما هيش مشكلة يا سوسا وإنت لو كبيرة شوية وسنك يعني كبير كنت تعرف إن إحنا بقالنا من 3 و20 يولي لحد لوقتي ما احترمناش هو دستور يا لا احترموا دستور 56 ولا 71 ولا 2012 وعلى فكرة أنا موافق على دستور 2014 إيه رأيك عايز أكتر من كده ما فيش إنما بقى لاش بقى وبنعمل دستور موازي وما عندناش تمويل ومعنا بهائيين ومعنا كفرة ومعنا يا جماعة الحاجات دي بتضيع فرص بجد الحاجات دي بتضيع فرص جدة لكن موجودة طيب كنا سمعنا الأستاذ سوسا والأستاذ أستامة روش دي وأنا بقول رأيي زي ما هي قالت رأيها وهي حرة وأنا دايما معترف إن الناس حرة اللي عايز يقول أي حاجة يهزي يعني الناس طالعة تهزي على السوشيال ميديا يعني عادي يعني يعني الناس تطلع تاني بس مواشر يقعد يهزي ويقولك محمد بن زايد راح فالتاني قال له التاني عرفته منين سمعت الكلام ده فين أي كلام وبقى أن محمد ناصر اتخنق في المعتز ماط أنت عرفت الكلام ده فين لقيته فين الكلام ده أي كلام أي هبد فكل واحد من حقه يهزي لكن على الشعب بصراحة أنه يفرز وعلينا ما نضيعش فرص جدة يعني علينا الحاجات دي كوترها كده يعني زي المبادرات كده المبادرات وصلت لمرحلة أنها بتوزلت نفس القصة الحاجات دي بتخلي الناس تاخد صورة سيئة ويقولك لا 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 مش عايز الناس دي أنا عايز السيسي شوف الناس بتكلم ازاي شوفوا بيكلموا ازاي فمش عايزين كده يعني مش عايزين نضيع على الشعب فرص جادة عشان نسقط هذا النظام وإذا كانت سوسا ومن على شكلت سوسا مش شايف مشكلة يعني نحن لدينا مشكلة مع هذا النظام النظام ده مش هيحترم دستور ولا لقلاقة بدين ولا لقلاقة بوطنية ولا بلقى خرحي خالص فسوسا يعني اهدي شوية عن نفسك كده وانت هتلاقي الموضوع أكبر من تصورك عن إنه مشكلة دستور طيب